موسيقى السلام عليكم شهد العام 2017 انتاج العديد من الافلام السينمائية الروائية والوثائقية كما شهد افتتاح عدد اخر من دور العرض السينمائي وشهدت العديد من المهرجانات العربية والعالمية مشاركة عراقية مميزة حيث حازت بعض الافلام على جوائز وشهادات تقديرية فهل كان عام 2017 عاما مميزا للسينما وما الذي يطمح السينمائيون العراقيون اليه الحراك السينمائي العراقي لعام 2017 هو موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج بالعراقي حيث نناقش ذلك مع ضيوفنا كل من السيد مهدي عباس ناقد ومؤرخ سينمائي الدكتور حكمة البيضاني أكاديمي ومؤسس شركة مدينة الفن للإنتاج السينمائي والسيد زيد فاضل صاحب دور العرض السينمائي الحديث مرحبا بكم في السوديو بالعراقي دكتور سيد مهدي نحن على على عتبات مغادرة عام 2017 إن شاء الله عام 2018 عام خير وبركة عليكم جميعا من وجهة نظر ناقد ومؤرخ سينمائي كيف تقيم الأعمال السينمائية التي ظهرت في عام 2017 وهل كان هذا العام عاما مميزا للسينما العراقية؟ نعم طبعا من المفارقات العجيبة أنه عام 2017 شهد حالة اقتصادية ركيكة بمؤسسات الفنية توقفت كل المؤسسات حتى دار سينو المسرح لم تنتج فيلم واحد ورغم ذلك الإنتاج السينمائي شهد فورة كبيرة بين مستوى الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والروائية القصيرة يعني يتخيل أنه شهدنا هذا العام إنتاج 20 فيلم روائي طويل جايسي لك هل لديك جرد في هذه الابنة؟ طبعا يعني 20 فيلم روائي طويل جميل بس من المفارق أنه فيلمين أو 3 فقط انتجت في بغداد عدنا ثمانية انتجت فيه قريم كردستان والباقي انتجوها العراقيين البالمهجر يعني أوروبا بإنتاج طبعا مشترك ويددول أخرى طيب عدنا على مستوى الفيلم القصير يعني ظهر هسنة حوالي 300 فيلم قصير جميل وعلى مستوى المهرجانات يعني هذا العام أقيم 20 مهرجان محلي من ضمنها طبعا المهرجان المهمة اللي أقام الدكتور حكمة بيضاني مهرجان 3 في 3 والمشاركات الخارجية وصلت إلى رقم هائل يعني نشرته في كتابي اللي رح يزور الشهر القادم السينما العراقي عام 17 380 مهرجان كيف تفسر هذا العام رغم التقشف الموجود وهذا الانفتاح الهائل في إنتاج الأفلام السينمائية الطويلة والقصيرة هو يعني أكو اندفاع عدة السينمائيين كأنهم يتحدون أنفسهم يعني يريدون البينود للعالم أنه نحن للمؤسسات كلها توقفت حتى التلفزيونات عدنا 80 و 70 قناة توقفت تخيل أنه قنوات كربلا اللي سنويا كانت تنتج 5-6 منها هالسنة توقفت ما عدا فلوس ما رح تنتج قنوات كربلا فهذا يعني أكثر اللي ينتجونهم شباب يعني تخيل أنه شاب عدة تجربة وحدة هالسنة سوى فيلم رواي طويل طبعا لمساعدة ميينة الفن اللي هو وسامة خير الله هو فيلم رواي طويل هو شاب بعد يمكن 7-8 أجهزة أين تروح هذه الأفلام؟ هو المشكلة أنه الأفلام القصيرة ما إلهم مكان غير المهرجانات طيب يعني ماكو وسيلة تعرض يعني عشرين فيلم طويل هذا وين ينعرض؟ لحد الآن نعرض من داخل بغداد بس فيلم واحد اللي هو طريق مريم عطية الدراجة يدر أرباح يجيب أرباح الأفلام العراقية مدر أرباح لأنه جمهور السينما يتحوّد على أفلام هوليوود وأصبح يعني إحنا عرضنا ويعرف أستاذ زيد عرضنا فيلم كوميدي لمحمد حسين عبد الرحيم وأياد راضي كنا نتوقع أنه راح ينجح اللي هو فيلم المحلة ما جاء بإرادة الفيلم مفشل من أول سبوع من شاء عرضنا فيلم جميل اللي هو سر القوارير أيضا بالموضوع طيب ليش يشتعلون يعني السينما هي صناعة وراس مال ينذب علي ملايين طبعا هذا داماتج فلوس شنو الغرض من الاشتغال بالسينما موارقة لك هو هذا الحماس يعني هو لازم أكون منظومة يعني الصناعة السينما صناعة وتجارة يعني أنت من تصنع منتوج لازم عندك مقرد تعرض بهذا المنتوج جميل هو إرادة يعني راح أرجع لك أستاذ مهدي ومحاور أخرى لكن دعني أستثمر دكتور حكمة دكتور حكمة أنت أكاديمي ومنتج أيضا في ظل ظروف التقشف كيف تفسر الإقبال لمخرجين شباب وممثلين شباب على إنتاج أفلام سينمائية قصيرة بالمئات وطويلة وصلت إلى عشرين هذا يعود بالدرجة الأولى إلى وجود التقنية بما أنه التقنية بالوقت الحاضر متوفرة ومتوفرة بشكل واسع بالنسبة للشباب فتشوف أنه أكثر شبابنا السينماي مندفع نحو إنتاج الأفلام واطئة الكلفة يعني هم دائما يلجأون إلى سيناريوهات شون هي واطئة الكلفة؟ يعني تقريبا تقدر تقول يشتغلون بنظام لقروبات بلوشي يعني؟ تقريبا أكثرهم بهذا الاتجاه طيب بالإضافة إلى بعض المساعدات التي تقدم لهم من بعض المهتمين بالسينما منظمات على شركات منظمات شركات الدولة ما تدعم؟ لا الجو الأكاديمي أيضا يعني نحن لا ننكر أنه كلية الفنون لها دور في ذلك جميل بس يبقى أنه اندفاع الشباب وحماسهم هو الحد الفاصل في تقديمها كذا أفلام دكتور المشاركة وأنت شاركت كثيرا في مهرجانات عربية وعالمية للسينما ما الذي تضيفه هذه المشاركات للعراقيين حصرا؟ أتكلم لك عن تجربتي يعني أنا حقيقة حضرت كثير من المهرجانات أحس كل مهرجان ينطيني في الحافز وخبرة تختلف من مهرجان إلى آخر تشوف يعني تشوف طبيعة الأفلام طبيعة العروض اسلوب المهرجانات التي نفتقدها يعني ثقافة المهرجانات في العراق تكاد أن تكون شحيحة طيب كون المهرجانات قليلة عدم تواصلنا مع الآخر في كيفية إدارة المهرجان بالشكل الصح يخلينا دائما هناك فجوة وخلل بالتنظيم أنا مثلا واحد من الناس أقول لك أنه حاولت في مهرجان ثلاث دقائق ثلاثة في ثلاث أي أن أوجد بعض الأسس أو القواعد التي اتبعت في المهرجانات العالمية يعني على مستوى المطبوع على مستوى التنظيم حتى الأتيكيت حاولت بقدر المستطاع ولكن هذه التجربة لم تكرر لا تجربة بعد في الدورة الثالثة ستكون في شهرة ثلاثة من العام 2018 ستكون مهرجان بالضبط هذا سيكون تقليد سنوي و سيكون عربي أو يقتصر لا هالمرة سيكون عالمي وليس عربي عربي وعالمي وعراقي سيكون عرب وأجانب للعراق حتى يشتركون مهرجان سينمائي هل لدينا سمعة سينمائية تغري الآخرين بالقدوم إلينا يعني أنا واحد من الناس فتحت أكثر من قناة مع أكثر من فنان و سيكون مشاركة لبعض الفنانين العرب وأحد اللجانة التحكيم سيكون من بلد أجنبي فإن شاء الله هذه الدورة ستكون مختلفة أنت كصاحب مؤسس وصاحب شركة كيف إقبال الشباب ودعمك لمثل هكذا أفلام تقدر تقول أنه قبال ممتاز جدا على مستوى المشاركة على مستوى الإنتاج الأفلام يعني أنا واحد من الناس في الدورة الماضية فتحت التسجيل من قبل مهرجان بحوالي شهر ونص تقريبا وصلتني 55 فيلم طيب كانت حصة 55 فيلم 50 صالحة للعرف حلو برغم أنه هناك بعض المآخذ على بعض الأفلام بس كانت الهم الوحيد هو أنه كمية المشاركة وزج أكبر عدد من الفنانين الشباب حلو في هكذا تظاهرة راح يخليهم ينفتحون على الآخر يعني شافوا كثير من الأعمال هم لجأ أول الشركة حتى يشتغلون وياك يعني كمنتج أكيد أنا أنا في هذه الدورة بالذات محدد أنه مستعش فيلم راح تنتجها الشركة على حساب الشركة على حساب الشركة بس راح تكون دعم لوجستي يعني فقط كاميرات على مستوى الأجهزة على مستوى فلوس ما تنطل الممثلين لا ليش لا هو مهرجان راح يكون يعني تقريبا أقول لك بسيط في تناول الأحداث بس كبير إن شاء الله في نوعية الأفلام نوعية المشاركين راح أتحدث وياكم على نوعية الأفلام وعلى الموضوعات التي تطرحها الأفلام العراقية الطويلة والقصيرة ولكن دعوني أتحدث مع زيد زيد أنت مهندس نعم ما الذي أغراك في أن تفتح الصالات لعرض السينمائي هل هي مغامرة مغامرة أكيد هي مغامرة ولكن الوالد الله يرحم كان يعني زرع بين هاي الثقافة السينما وحب السينما وكان يعني يأخذ خواتير أكبر مني كل ويكند يوديهم على عرض السينما وكان يعني كان الجمهور هذا بغداد 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 بالخمسينات وبالستينات ربما الذاكرة مفقودة لا بالعكس نحن في حد بالستينات عدنا أكثر من 80 دار عرض كانت موجودة وكانت العوائل تحضر باستمرار وتشوف هم لابسين أحلى لبس كاشخين كل عائلة تحجز لانج وتقعد باللانج وفد اتكيت فد شي مرتب طيب مر على هذه الاتكيت 30 سنة تقريبا انقرض هذا الاتكيت انقرض بالتسعينات بلش يقل وراء 2003 انتهت تماما استحولت السينما إلى مخازن مخازن بالضبط وهي هاي من المفارقات إلى السينما وعرض السينما ما الذي أغراك في هذا العالم اللي جاب نقلت لك يعني حب ثقافة السينما ودائما نشاهد أفلام هذه فبعد 2003 لما كنا أنا والأهل نسافر عندنا يوم يكون مخصص نروح للدار عرض جميل مثلا اذا كان في عمان او دبي او بيروت او اي مكان ثاني ونروح نشوف فيلم واحد لأ نشوف فيلم او ثلاثة واحد وراء اللي متعطشين لأنه ما عندنا موجود هذا الشي بغداد مشروع وحيكون أكيد مثل حالنا كثيرين موجودين لأن ما شاء الله أكثر العوائل تسافر وتشوف وهذه فهي من أنا بلشت الفكرة وموضوع المخازن أول ما بلشنا بنادي صيد فسوينا التصميم مالسينما وكان قاعت بوقتها فالمهندس اللي ينفذ لي فيقول لي زيد ليش ما نسوي فلان شي فلان تحوير هذا التصميم أنت ليش تسوي هاي التغيير قال إذا ما يشتغل السيناء ما تقدر تسوي ها مغزن يعني المهندس اللي يشتغل ويا ما عند ما عند قناعة بالشي اللي نسوي واجهت نا بالبداية صعوبات وهذه بس الحمد الله استغلت بنادي الصيد في البداية بالبداية بنادي الصيد بعدين بالمولات بعدين انتقلنا الأربيل بعد أربيل فتحنا فرعنا مول المنصور طيب بعد مول المنصور مول النخيل بعد مول النخيل مول زيونة فتحنا هذه السنة وإن شاء الله السنة القادمة بمول بغداد اللي بالحارثية جميل والحمد لله يعني كل فرع ده يتطور واسمنا صار معروف على المستوى ما عندك نية تطلع بالشارع هاته هي الأماكن اللي عددتها أماكن محترمة ولكن السينما عرفت في الشارع هذه الثقافة بالعالم كلها اختلفت حاليا ثقافة السينما تكون داخل المجمعات داخل الموالات للأمان مو بس للأمان الأمان موجود يعني باقي الدول والحمد لله هسه بغداد همينا موجود بس العائلة من تروح تروح مثلا تروح على مطعم تروح تسوّق تجري فيلم الأطفال يرحون مثلا يرحون على الألعاب ما هو ومتبال العوائل للسينما والله الحمد لله أكثر من جيد يعني تشوف الناس اللي تجي يعني يعني مثلا مرات أجي أقعد أشوف العالم يعني من أقعد صدق يعني أفرح يعني قلبي يصير هالكبرى من أشوف هذه الناس اللي مرتبة الناس اللي اللي كانت محرومة من هذا الشي لا الحمد لله هسه موجود تروحكم كيف تقيم عمل زيد أو يعني هو كظاهرة بعد 2003 وظهور دور السينما في المولات والنوادث الثقافية ظهور دور العرب في بغداد تحديدا حالة إيجابية وحالة تقدر تقول عنها أنه أثبتت نجاح بحكم أنه عدد الجمهور اللي يحضر ونوعيته ونوعيته فقط أنا عندي الملاحظة أنه عدم الثقة بالمنتج العراقي على مستوى السينما جاي هو هذا سؤالي لزيد بس على المحور الثاني ماذا يعرضون أفلام سينما عراقية نجم الشباك نحن مطلوب عندنا يعني ونجم الشباك ممكن هو الذي يجيب الجمهور تمام في النية يوجد محاولات أنه نستقطب هكذا أعمال ممكن أن تكون قريبة من العائلة العراقية ممكن أنه بالمستقبل القريب سنشوف فيلم عراقي في دور العرض وإلى جمهوره وإلى رواده جميل أستاذ مهدي قبل لا أطلع الفاصل كيف تقيم هذا العمل أكيد هي تجربة مميزة وأني يعني على تماس دائم ومباشر وإلى أستاذ زيد ودائما أروح للمور يعني حقيقة مثل ما قال يعني يعني تنتابنا فرحة وشعور كبير من أشوف الصالة مملوئة وكلها عوائل يعني كلها عوائل جاية يعني تشوفها عدد النساء أكثر من الرجال طبعا كيف تجربة واقفة شغلة يمكن الأول مرة تحصل بتاريخ العراق نروح الفاصل ونسمع الشغلة هاي مشاهدين الكرام فاصل أول ثم نعود إليكم حياكم الله ومشاهدين الكرام وحديثونا هذا اليوم في برنامج بالعراقي عن الحراك السينمائي في العراق لعام 2017 كان حديثي مع الناقد والمؤرخ السينمائي مهدي عباس كان يتحدث عن شغلة قال شغلة وقاطعته من الشيء المتعرف عليه أنه تبديل الأفلام بأميركي يكون يوم الجمعة تبديل الأفلام ببغداد يوم الخميس طيب فالأفلام تعرض عدنا قبل أميركا يعني الأفلام الأميركية يعني يعرض يوم 16 مثلا يوم 15 عدنا بالمول لأنه لأنه تبديل الأفلام بالدول العربية كلها صارت قسم الأربعاء وقسم الخميس الأكثرية الخميس فإحنا ما يأجلون الفيلم أسبوع على مودي الجمعة ينزل بأميركا بل مرات ينزلوا الأربعاء يعني مثلا نزل يوم الأربع قبل أميركا بيومين يعني هاي فتحالة طبعا أكيد تشجع الشباب والعشاق أنت شفت السينمات بالمولات كلها فقط أفلام أجنبية تعرض لا يعرضون أفلام عربية بس العربية تعرض فقط للنجوم يعني مثلا تامر حسني أحمد السقة محمد رمضان الأفلام العربية المبيهة من نجوم شباك أيضا ما تنجح طيب السؤال اللي سئله دكتور حكمت أو الاعتراضة والملاحظة وهو سؤالي أيضا لزيد راح أرجع بس يعني بوصفك ناقدا هل الأفلام العراقية لا تصلح لدور العرض يعني ما تجيب جمهور متن عرض أفلام عراقية لديهم أنا كنت أول بارحة مع أحد المخرجين يسوي مشروع فيلم قلت لأ احنا مثل ما قال دكتور حكمت يعني نحتاج نجم قبل كانت الأفلام بالثمانينات مثلا الفيلم بي قاسم الملاك يبقى ثمانة سابع عشر سابع ينجح حتى يجيب المردود جيد يعني أفلام مثل فاقي تزوج وستة على ستة نجحت يعني نجحت نجاح وحب في بغداد وعلي سؤالات فأنت إذا تريد تسوي فيلم بالبداية هس أخلق لي نجم وهس أكثر شي يعني الشباب اللي يحبون الكوميديا يعني أسوي فيلم كوميدي شعبي وأجيب بي نجم مثلا أجيب ماجد ياسي أجيب أحسان دعدوش أجيب أجيب أبو لا يتبطيخ جماعة ولا يتبطيخ جماعة ولا يتبطيخ ممكن نسوون فيلم واحد بس المشكلة نحن وشغلة ما عندنا إعلام يعني يعني من أعرضنا الأفلام العراقية ما ما أكو إعلام للتلفزيون مثلا يساهم بعرض إعلانات لسوين مثلا إعلانات خارجية خارج المول بالشوارع نقول أكو فيلم راح يعرض فلهذا يعني تعرض عرضت الأفلام على استحياء بقاء السينمات بالمولات إجقد يخدم السينما وإجقد يضرها هو يخدم السينما لأنه أكو جمهور أساسا ما يجي للسينما يجي للمول يجي سوق ويجي سوق بس مرات يجي بفيلم يدخل يعني هذا بفائدة للسينما بس هي تبقى جمالية السينما تكون يعني منفردة يعني مثل مكان السينما سمير ميس والنصر يعني بس المشكلة أنه حس بسبب الظروف الأمنية لا تستطيع تسوي سينما يعني المول بحرازة أمنية إذا تسوي على الشارع ممكن أي سيارة لا يستطيع على الشارع يسوون سينما مثلا ويرجعون من السينمات القديمة لازم يراجل تدري شنو أنت إذا تسوي سينما في هالظروف هاي البلد البي إرهاب وبي تفجيرات لازم يتخلي لك حماية بيد حماية المول يعني يفتشون ممكن سيارة يأتي من باب السينما وتشفت تجري سينما يعني أكو ناس أكو واحد قال أنا خاف من هاي الفكرة قال راج يأخذ سينما النصر ويعيدها قال بالشقة قال خاف يجيني واحد يتفت وطب للسينما بالسيارة يعني هم أكو تخوف من هاي الناحية إقبال الناس جيد للسينما الآن الآن ممتاز جميل ممتاز قبل لا روح الدكتور حكمة أردس مع زيت زيت الحديث يمك أنت صاحب بعض هذه الدور لماذا لا تعرضون أفلام عراقية أول شيء تصحيح للمعلومة نحن عرضنا أفلام عراقية ومثل ما قل لك أستاذ مهدي بس للأسف يعني ما كانت ذاك المردود يعني ما صار أنه تبقى أسبوع أو تزايد أسبوعين وهذه ما تحقق فد إيرادات جيدة أخبال متواضع عليها جدا أخبال متواضع بالإضافة أنه ندعم بعض المخرجين الشباب نسوي لهم عروض خاصة نعرض حتى أفلام قصيرة نسوي لهم فتحفل أو فتشي أو هذه فسيسا يمكن أنت ما عرف بايق الأسئلة أو ما عرف لا لا ما بايق أي شيء لأن أحتيت على موضوع الكوميديا وإنتاج فيلم وهذه نحن دائما يسئلون زيد لماذا تنتج فيلم فحاليا أكو دراسة عندنا شباب ولا يتبطي لديهم أصدقائي فأكو فكرة مشروع أنه ننتج فيلم عراقي كوميدي هذا الفيلم لا أريد أن يكون عراقي فأخطط أنه يكون أحد النجوم المصريين سيكون إنتاج مشترك ويا مصر أكو تعاون ويا بعض الشركات المصرية للإنتاج أول شيء على موض الفيلم ما يكون بس بالعراق سيصير إنتاجك زيد هذا إن شاء حكمة لا أكو فالتعاون ويا السيد حكمة حتى نوقع على أكدنا يعني لا لا إن شاء الله إن شاء الله وبالمناسب حكمة من الداعمين للسينما بشكل مطبيعي يعني يتعاون من الكل ويمطي أجهزة مجالا بس على موض يشتغل بخلال مشاركتي الأخيرة بمهرجان دبي صارت عندنا فتعلاقات كلش جيدة الحمد لله سمعتنا صارت جيدة صارت عندنا لقاءات مثلا ويا قناة CNN ويا Screen Daily News كلهم حتشوا على تجربة السينما بالعراق فمن ضمن الشغلات التي صارت التقينا بالفنان محمد إمام ابن كوميدي الزعيم عاد الإمام ووجهنا لدعوة عنده فيلم بالعيد هذا ابن عاد الإمام نعم وراح يكون موجود عندنا بالعيد يكون موجود بغداد وراح يكون بافتتاح فيلم اللي إن شاء الله بالعيد رح ينعرض بالسينما بالمولات اللي بالمولات طيب وراح نفاتح بهذا الموضوع أنه قلت لك لأننا نريد نجيب نسوي فيلم أغلب يكون عراقي أبطال عراقيين بس هذا الفيلم نريد نسوق عربيا همينا يعني ما يتسوق أنه نعرضه بالعراق وعدين لأن هذا الفيلم احتمال ألا تعتقد أن المردود المالي سيكون جيدا في تغطية نفقات الإنتاج على الأقل بالضبط هذا اللي دائح شي والفيلم يعني بحكم علاقاتنا وباقي الموز يعني باقي شركات عروض الأفلام بالدول العربية فالخطة أنه هذا الفيلم ينعرض بمصر وينعرض بالأردن وينعرض باللبنان وينعرض بدبي وينعرض بالكويت فهذه كتابة والسكريبت والسيناريو والشباب يعني وموثلين وموثلين الأسبوع الفات كان أكو في الاتصال آني وعلي فاضل فهم المفروض كملوا السيناريو الأول للفيلم مخلين الخطوط العريضة للفيلم بازا نشتغل عليه إن شاء الله سيكون فيلم طويل هذا فيلم طويل أكيد وحيكون كوميدي كم دار عرض عندنا حاليا الدور الأرض أحتي لك بجمهوري جيه عندنا بغداد حاليا عندنا ثلاثة التي قلت لك في مول المنصور ومول زيونة ومول النخيل وإن شاء الله على شهر الثاني ونادي صيد نادي صيد للأسف تم غلق نعم إن شاء الله بداية 2018 سيكون فرعنا لمول بغداد الحارثية هاي في بغداد بالحل عندنا في بي دي سي مول سوامور سينما هم أصحاب المول استثمروا به حلو ونحن ندير الهم بالبصرة عندكم بالبصرة أحد الأصدقاء بالتايم سكوير أحد الأصدقاء بس هي مؤنة كيف اقبال المحافظات على الأفلام العوائل والله هي بصراحة خلي يعني نحكي بصراحة بغداد يعني هي تعتبر القمة بالمحافظات أكو إقبال يعني بس أكيد مو مثل بغداد بس نسبة إلى بداية المشروع يعني مثلا بالحلة وبالبصرة ونوعية الأفلام اللي تتنعر يعني مقبول مقبول يعني شوية فوق المقبول خلي نقول خلي نقول أكثر من مقبول راح أرجع أسيلك حالة يعني يمكن 95% من الناس ما يدرون أكو دور للعرب أكو خلل بإعلامكم بإشتغالكم مو 95% أكو خلي نقول 70 إلى 80% خلينا هذا السؤال بعدين يعني يخلي بالك بس خليني أروح لدكتور حكمة دكتور يعني 2017 وحتى السنوات اللي مضت يعني اشتغال بالأفلام معقول بالنسبة للعراقية ولكن نوعية الفيلم كلها الحرب الأهلية الطائفية الأسر المشاكل الموجودة حتى طلعت مشاكل الحرب العراقية الإيرانية ظهرت ببعض الأفلام يعني ذاكرة السينما العراقية الآن هي ذاكرة الحرب والدمار هل الاشتغال طبعا ضرورة أن تشتغل على هذه الذاكرة ولكن كم هي مغرية لأن تأتي بالعوائل والعشاق لكي يشاهدوا هذه الأفلام أغلب الأفلام التي أنتجت يعني إذا نقول على مستوى الأفلام التي أنتجت في كردستان هذه الأفلام كلها تخدم مسجات خاصة بتلك المنطقة سياسيا يعني سياسيا كلها مؤدلجة ومسيسة على مستوى إنتاج الأفلام ومشاركتها دولية من الحكومة في كردستان يدعموهم مثلا الحكومة تدعم ودول أجنبية تدعم وأغلب الأفلام التي تنتج في كردستان يعني تتحدث عن مظلومية الأكراد بالحقبة السابقة أكثرها تتحدث عن هذه الجزئية فتشوف هي كلها مسيسة لمهرجانات ممكن أن تعرض داخل كردستان أو تعرض في المهرجانات العالمية هي حالة هناك في رأيه إنه حالة مو شنو فايدة الفيلم يعني ينتج ويشتغلون على أربع خمس شهر حتى ينعرض خمس دقائق بمهرجان وانتهي التسويق زين بي مردود هذا التسويق لا لا تسويق ماذا قد راح يشاهدون هذا الشليل تسويق سياسي كذلك الأفلام اللي إحنا ننتجها في بغداد يعني أغلب الأفلام اللي هسا مثلا أحذف فيلم هو كان فيلم الرحلة لأخ محمد دراجي تمام فيلم يعني يعني يعالج مرحلة والمرحلة مهمة بتاريخ العراق وعرض في مهرجان دبي سينما وكان إلا حظة ممتازة جدا قبلها أي فهي هيش أفلام ممكن تخدم العراق يعني أنا بالنسبة لي أنه معه أنه فيلم ينتج يمثل العراق وليس يمثل جزئية معينة أو طائفة معينة يقول دكتور معلش يعني ما يخالف مع هذه الأفلام التي تبين ما مر به العراق وأن نكون واضحين وصريحين يعني الإدراما السعودية مثلا طلعت الصراع السن الشيعي في مسلسل سيلفي مثلا هذا اللي ما قدرنا نشتغله ولا طلعنا والداعش واصل الروس نشانت ما طلعنا هذا العمل نحن دائما مترددين ولكن يعني هل هناك خطة عام ما يشتغل عليها السينمائيون المفرجون كتاب هل لدينا كتاب سينما حقيقي هذا السبب السبب عدم وجود كونترول يدير السينما بشكل مركزي زين نحن عندنا دائرة السينما والمسرح دائرة عامة دائرة السينما والمسرح دائرة مهتمة بالشأن السينما العراقي بس لا تمتلك الميزانيات الكافية لإنتاج مفلسة أفلام ممكن أنه تساهم في رفع اسم العراق يعني قبل فترة يمكن إحنا كنا باللجنة أنا وأستاذ مهدي عن فيلم يشارك في الأوسكار فيلم كردي يعني أنا واحد من الناس عندي رأي بي أنه يمثل يمثل القضية الكردية ما بي يقول أنه هذا فيلم عراقي يعني أنا من ناقش فيلم أنه غير أكو فيلم أنه مثلا هذا يمثل العراق في الأوسكار يعني المفروض أن يكون هذا على قدر مسؤولية جميل يعني لما نتحدث عن كونترول سينما لدينا دائرة السينما والمسرح أكيد ولها فروحة في المحافظات ولها فروحة في كل المحافظات وهي دائرة مقسومة بالنص عندك مسرح نص ونص سينما المسرح شغالة العراقي بس السينما يعني مشلولة سينما لا تستطيع تتعاون يعني بدل هذه الشتات الموجودة بالشركات ورجال أعمال يدعمون ومنظمات خيرية يتعامنون يتعاونون مع دائرة السينما تتعاون سينما بالدرجة الأولى هي صناعة الدولة يعني ميزانية الدولة ممكن أنه حتى تتحقق سينما تمثل البلد لازم أنه عندك دعم على مستوى الدولة حياكم الله مشاهدين الكرام وحديثنا في برنامج بالعراق عن الحراك السينمائي لعام 2017 في العراق قاطعت الدكتور حكمة البيضانيو هي تحدث عن أثار قضية مهمة أن الدولة هي الراعية للعمل السينمائي المفروض المفروض هذا أنه الدولة هي المسؤولة عن هكذا إنتاج أعمال ممكن أن يتمثل البلد لا تعتقد أن الدولة ستكون ضغطة بأيدلوجيا محددة تفرضها على السينمائي لما تكون داعمة الفنان العراقي لو اتيحت إلى الفرصة أعتقد أنه كتاب سيناريو ونصوص والعراق مليء بالحكايات التي ممكن أنه توصل للعالم وممكن أن تبرز الهوية العراقية حلول فتشوف أنه بما أنه لا يوجد ميزانية فتشوف حتى أكون في بعض الأفلام أنا وإن أحس أنه فيلم عراقي ولكن أحس وراء مسج هذا المسج مخفي لا أريد أن أدخل في تفاصيل بقدر أنه تحس أنه مرات من الذي يدعمك حتى وإن دعمتك دولة من الخارج هل تعتقد من غير ثمن أعتقد هذا المببوض أن تبه له لذلك هو القطاع العام هو الظهير الحقيقي للسينما لما تكون رجل عمال يدعم حتى يربح من وراء الفيلم بالنتيجة يجيب نجم شباك يجيب نجم شباك ينطي أعلى مبالغ ويجيب كاتب ممتاز وأكو دور للعرض يعرض عليه الفيلم حتى يربح مو حتى يخدم البلد لكن بالنتيجة يكون خدمة للبلد هذا ما يفتقد الشارع نعم زيت إضافة مثل ما قال الدكتور حكمة على موضوع دائرة السينما وعمل الدولة هذه بالنسبة كدائرة سينما حتى البرحة كان عندي وياهم هم الناس يدعمون بشكل بس هي المشكلة ميزانية يعني ما أكيد نعرف هذه القضية يعني أي شوكة ما تروح لهم يعني وهم مفتوح واللي قبل ولي قبل هم كان سات ولكن معروف التقشف والميزانية ووزارة الثقافة أفقر الوزارات بالضبط هذا مع العلم مع العلم مثلا بالوقت السابق مثل ما قال الدكتور حكمة السينما أنت توصل رسالة معينة فالدولة تنتج فيلم تنتج فيلم بإمكانيات ضخمة هي إمكانيات دولة حتى توصل رسالة معينة زين الدولة اشتغلت بالبغداد عاصمة الثقافة 2013 هذه القامة الكبرى ميزانيات هائلة لأفلام كثيرة مين هي مع الأسف هذه يعني تعرف صار بها يعني ما أمار دقول مثلا فساد وأنما خلنقول مثلا انصرفة بأماكن مو مو مكانات سعلواء فساد ويطلع لنا فيلم هذا اللي أقول مثلا السنة اللي فاتت بمهرجان دبي الحمدلله علاقات نوية مهرجان دبي زينة فسوينا قسم للأفلام العراقية في سوق مهرجان دبي زين واخذنا خمس أفلام المشكلة لما أخذت هاي الخمس أفلام المهرجان قلبوا من عندي أنه يردون لينكات للأفلام على مو يشوفوها وعلى مو الناس اللي تجي للسوق تشوفها زين لما رحت بوقت هالدائرة السينما قلت لهم يا بأ أريد لينكات للأفلام هذي قال لولي زين احنا اللي عندنا سيدي دي نطيق سيدي وهذا زين قلت المخرج اللي أخذ فلوس وسو هذا الفيلم يعني غير هو يريد مثلا من أنتج فيلم المفروض يسوق الفيلم وكانت فرصة عندنا أنه واحد يقدر يستفاد لأن صناعة السينما هي عجلة فالعجلة أنه تجي كفلوس تنتج فيلم هذا الفيلم يروح دور عرض يجي إيراد تقدر تنتج فيلم ثاني للأسف أغلب الأفلام التي انتجت في بغداد عاصمة الثقافة الركنة تعرف وانصرف مضالغ وانحط تعرف يعني هذه كانت فرصة للحركة السينمائية خلي نقول جميل أرجع بالحديث الدكتور حكمت فيما يخص القطاع العام هارب من السينما الآن لا عدم امتلاك الميزانيات الكافية وماكو هروب يعني دارة سيون المسرح يعني أعطت فرصة كل شيء مهم في مشروع بغداد عاصمة الثقافة يعني كانت فرصة لا تعوض بالنسبة للسينما العراقين بس مع الأسف تم استغلالها بشكل عشوائي يعني يعني تكاد أنه نسبة 90% من الأفلام هي لا تتعدى السهرات التلفزيونية ولا ترتقي إلى مستوى الأفلام السينمائية عجيب وين راحوا النقاد السينمائيين راح رجع لك ستاد مهدي بغض النظر عن البعض يعني أكو بعض الأفلام في أفلام نجحت ببغداد عاصمة هنا لا فيه بس رعاعد رعاعد صمت الراعي مجموعة أفلام لماذا لم تتعرضهم عندك سر القوارير عرضنا واستضعف هنا نجوم الفيلم وأبطال صمت الراعي صمت الراعي لا للأسف يعني هذا بحقوق يعني لا تقدر تعرض أنت لازم حقوق تأخذها من نعرض أفلام نعرض حقوق فوقتها فيما يخص فيلم سر القوارير تم التنسيق بوقتها كان سيد مهند دليمي هو كان مدير عام كان الوكيل ومدير عام سينما صار تنسيق وصار تنسيق دكتور علي حنون وجوي أبطال الفيلم جتي آلاء أحسين واجه مازل محمد مصطفى وجوي أبطال الفيلم وعرضنا للفيلم والفيلم بصراحة يعني أنا نعرض عندك بالموض نعرض عندنا بس نعرض لمدة أسبوع فقط صار علي قبال لا ما علي أقبال لو تصير علي أقبال كان مددنا العرض والفيلم جيد الفيلم أنا نفسي شفت الفيلم ثلاث مرات أفراد عائلتي شافوا الفيلم مارتين هاي شايفين بس انتم طلعت لا كما يخص الموضوعة ثيمة التي تشتغل عليها الأفلام العراقية قصيرها وطويلها هي ثيمة الحرب البعض يقول أنها ربما يعني ما يكو موضوعات غير هاي الموضوع التي تدر عواطف العرب ومشاعرهم لفوز بعض الأفلام نعم اشقد احنا فنيا ناجحين بالأفلام واشقد متكئين ومتعكزين على موضوعة وثيمة محددة في هندسة الفيلم العراقي الوثائقي أو الطويل الرواي يعني الكم يمكن تسعين بالمئة من الأفلام المنتجة عام 2017 تتناول الإرهاب والتفجيرات والعنف يعني مثلا يخلو عام 2017 من فيلم كوميدي حتى بالقصيرة بشكل عام بس أكو ظاهرة ظهرت في 2017 قبل أسبوع كتبت عليها مدارات بالسويد أنه ظهرت أفلام وحكايات لأول مرة تطرق بالسينما العراقية وهذه تجرأها منطبيعية يعني واحدة من المخرجات اللي هي اسمها نورة الصفاء تناولت موضوعة التحرش بالنساء حلو يعني عاملة هو سستر مستشفى يتحارش بها الطبيب والعاملة يسد عليها الباب يتحارش بها يعني موضوع جريء لأول مرة يتناول أكون بنيا أخرى اللي هي زمن علي كان دكتور حكمة مشرف على فيلمها اللي هو الجوزاء تحدثت عن المثلية عد النساء يعني عد السحاق وهاي أول مرة تظهر بالسينما أكون مخرجة آخر تقدم فيلم اسمه يوم في بغداد يتحدث عن الشذوذ الجنسي والاقتصاب للشباب يعني شاب جميل ثلاثة من المنحرفين يعزموا بمكان واشتغلوهم هذه الأفلام اي 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 المواضيع أكثر هذه المواضيع أو فيلم أخير يسمى عرق جين يحكم يقمر انه رجال الدين ي effect يتغيرون واشتب موسيقى قاعدين رجال الدين يجتمعون ورجل الدين آخر مطارچي يروح هذا المشاهد يتخيل هذا سيجب فشي تبجيرات في العلبة وبعدين يكتشف طير عمي يعني أكو أفكار ول дост cowork imag Mark سمة الحرب سمة العنب يعني أفلام كلها تقريبا سوداوية هاي تسويقها عربيا شلون هي الأفلام القصيرة هل التعاطف بالأفلام على الأقل اللي يفوزون بجوائز من أصدقائنا هو أكو يعني هاي الأفلام تدخل بالمهرجانات يعني مثلا عام 2017 العراق حاز على 97 جائزة هاي يمكن اللي ميغم 97 جائزة لعام 2017 ما بين جوائز فنية وجوائز جوائز جمهور وجوائز كتابة واحد من الأفلام اللي هو زيرو ملم لمخرج اسمها سيماء سمير أخذ 12 جائزة حلو فيلم علي البياتي اغمض عينيك زيدا أخذ 13 جائزة 8 من المهرجانات العربية و 5 من المهرجانات المحلية فأكو أفلام يعني أكو أفلام من أرضة بمهرجانات عديدة يعني مثلا زيرو ملم من أرض 52 مهرجان عرب ما شاء الله يعني فد علي البياتي يشغل فيلمه ب 46 مهرجان خلال عام 2017 أكو حركة أكو نشاط بس للموضوع الأفلام العراقية في أغنبيتها سوداوية سوداوية الحرب العوم لدينا كتاب سينما جيدين والله إحنا قبل أن كانت السينما العراقية بابيها يعني مشكلة السينما العراقية ماكو كتاب سيناريو محترفين فلهذا دائما أكثر المخرجين هم يكتبوا السينياريو يعني المخرج يجي هو يكتب السينياريو أكو ثنية لثلاثة كتبوا مثل صباح أطوان ثامر مهدي بس ماكو يعني واحد دار السينياريو يكتب فكل واحد وموهبته وإمكانيته هاي المسألة الضصية ليش دكتور يعني إحنا عدنا قسم كامل بالأكاديمية للسينما على فكرة كل الأفلام اللي ذكرها أستاذ مهدي هي من نتاج المؤسسة الأكاديمية في كلية الفنون الجنية بالفعل أفلام التخرج عني؟ شاريع تخرج إذا كانت الجوزة للزمن علي أو زيرو أيضا تخرج حتى سيماء مشاريع تخرج كل هن مشاريع تخرج لكلية الفنون الجميلة زي الدولة من يدعمهم طلاب وهم باعتهم كل شماعتهم يعني هذا أنا اعتبره يشكل حالة صحية بالنسبة للأكاديمية يحسب للأكاديمية يحسب وغضا على الرغم أنه يعني أنا حتى أقولها بالمكشوف يعني هم دائما يشتركون بأسماءهم وليس بأسماء كلية الفنون اللي هي صاحبة والكلية ما تفرض عليهم يعني هل هذه المواضيع جريئة ومهمة تعالج قضايا اجتماعية؟ لا 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 يقول لي اشترك في ماذا راح تجيب؟ في فيلم الجوزة أنا واحد ناس حاضر العرض فكان ايدي على قلبي صراحة رد الفعل قلت راح يكون قاسي من قبل الحضور لأن مختلف الأفكار وممكن أنه يسبب منه مشكلة بس كان رد الفعل جدا إيجابي الكل تفعلت مع الفيلم والفيلم جريء جريء يعني من نقول جريء يعني فعلا أنه مختلف عن الأفلام اللي قدمت على مدى المواضيع أخبار طيبة عن الأفلام العراقية لدي بعض المحاور والأسئلة ولكن خلونا نروح الفاصل الأخير ونكمل هذا الموضوع مشاهدي الكرام فاصل أخير ثم نعود إليكم حياكم الله مشاهدي الكرام وهذا المحور الأخير من برنامج بالعراقي وحديثنا عن الحراك السينمائي في العراق لعام 2017 راح أرجع بالنسبة للموضوعات ولكن أسمع من زيد زيد هل اختلف طريقة استيراد وعرض الأفلام عن السابق أم ماذا عملكم يعني كيف تتعاملون هل تأخذون العرض الأول لكم أكيد اختلفت لي أن أول شيء نوع العارضات هو اختلف يعني العارضات كانت عارضات أنالوج هذا الشريط الشريط والشريط لا كلها ديجيطال حاليا ونوع العرض همين أنه يكون عارضات ثناية الأبعاد ثلاثية الأبعاد نحن بالبداية أول مبدينا كان لما نيجي نريد نحص الفيلم نعانع على مدى نحص الفيلم طيب ندفع مبالغ أكثر من البقية في سبيل أنه بس يعطونا الفيلم من ين تأخذون الأفلام؟ الأفلام نأخذها من الموزعين اللي موجودين بشرق الأوسط اللي هم وكلاء الستوديوهات العالمية مثل يونيفيرسل مثل 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 عليكم رقابة مسائلة متابعة لو كيفكم أنتم؟ لا بشياء سبحان الله البارحة شنا نحكي بهذا الموضوع وستاذ فارس ودكتور أقبال على هذا الموضوع أنا دارت السينما والمسرح احنا أول ما بدينا ما كو علينا رقابة طيب طالبنا يقول لك مثلا أعرض هاي الأفلام وأعرض بها هذه اللغطات وهو أنجيسل على طبيعة عرض الأعمال يعني على المزاج لو على آخر فيلم يظهر لو عشوه لا لا نحن بالنسبة أن نتبع دول العالم ودول الشرق الأوسط الستوديوهات لما تنتج فيلم تخلي بلان تخلي ريليز ديت للعرض الأفلام بأميركا بأوروبا بالشرق الأوسط فإحنا نتبع الشرق الأوسط ومثل ما خبرك استاذ مهدي دائما نعرض الأفلام قبل أميركا بيومين على حساب موضوع بالمناسبة إحنا ما حتشنا على الإعلانات مالتكم ودعايتكم قليلة وضعية هذا السهم يا نجاي رح أقول لك عليه فإحنا نعرض الأفلام بليلة الأربعاء الخميس يكون العرض الأول للفيلم ونعرضها حسب أهمية الأفلام يعني كل أربعاء أكو مجموعة أفلام والشركات تطرحها فإحنا ننتقي من هالأفلام الكبيرة مثل ما يقولون أو الاهتمام للمشاهد العراقي إلها ونعرضها فيما يخص موضوع الإعلام نحن الحمد لله عندنا إعلام والدليل يعني الحمد لله يعني الصالات عندنا أكثر شي تكون مليانة بس أكو ضعف صحيح مثل ما أنت قلت سبعين إلى ثمانين بالمئة يعني مثلا نوبات أنا حز بنفسي أكون ببكان من دنحشي أو بندوات أو شي من يجي طار سينما ليش هو أكو سينما بالعراق أكو صالات عرب فإحنا لما رح نفتح مشروعنا الجديد في مول بغداد إن شاء الله رح نسوي فتح حملة أعلانية كبيرة بشكل وهذه الحملة تنشط أنه فروعنا السابقة والمفرع الجديد شكرا زيد دكتور حكمة هل تخططون لإقامة مهرجان يعني يليق بسمعة العمل السينمائي في العراق بسمعة العراق فنيا وإنت إليك يعني بادرة بهذا المجال وتجربة يعني تجربتي اللي ممكن أقدر أحافظ عليها وأقدر أضمن استمرارها هو تجربة ثري منت طبعا الطموح أكبر من ذلك بس الطموح هذا يتوقف وفق إمكانيات مهرجان دولي المهرجان دولي يجب أن يكون مؤسسات الدولة هي اللي ترعى يعني ما تقدر تعقد شراكات مع مؤسسات الدولة؟ ممكن بس أنت إذا ماكو ميزانية على أساس تعقد شراكات هاي الأفلام اللي قاعدتون تنتج بالكليات يعني ألا تصلح أن تعرض بمهرجان؟ هي هذه كل سنة أكو مهرجان كلية الفلون جميلة بكل دورة يمكن تعرض بحدود خمسين إلى ستين فيلم حسب على عدد طلاب المتخرجين بالرابع عدد طلاب المرحلة النهائية تمام كل فيلم يحمل مواصفات متكاملة والأصلح منها راح تحس أنه راح تنفتح لأبواب المشاركات الخارجية هذا ثروة هاي يعني قسم السينما وطلاب الرابع وأفلام مشاريع التخرج أكيد نواة لأفلام مهمة ممكن أن تكون إضافة إلى ممكن استثمارهم في كثير من البرامج ممكن على مستوى القنوات الفضائية ممكن استثمار هذه الأفلام ببرامج ويتم عرض هذه الأفلام بالإضافة إلى مشاركتها بالمهرجانات بس مع الأسف يعني عدم متابعة الأكاديمية أهم يعني هذا يعتبر جانب المفروض الجانب الأكاديمي يتابع هذه الأفلام يعني أنت كل المشاركات لهذه الأفلام تتم بصورة شخصية من قبل المخرج هو اللي يتابع هو اللي يقدم في حين نحن لزمة للطالب مثلا دائما يوقع تعهد ممنوع التصرف بالفيلم إلا من خلال كلية الفنون ما قاعد يصير هذا الشهر؟ لأن مدى يتفعل على مستوى القنوات لدينا مخرجين سينمائيين دكتور؟ لدينا مشاريع مخرجين يعني بالنسبة للشباب أنا نحشي لا لا نحشي بشكل عام الآن عن الشباب أوكي مشاريع ولكن حتى نقول لدينا مخرج سينمائي مثل ما نذكر من الأسماء المصرية مثلا هو النموذج الأقرب إنه الأسماء المهمة بالتاريخ السينما العراقية موجودين الآن اللي شغالين اللي شغالين مثلا لا غبار على محمد الدراجي ولا غبار على عدي رشيد يعتبرون من الكفاءات اللي موجودين اللي هم واكبة ووضع العراق في الداخل وفي شباب أيضا معهم بالإضافة إلى بعض الفنانين اللي عايشين في المهجر بس تشكل تجربة محمد الدراجي وتجربة عدي رشيد تجربة مهمة بالنسبة لتاريخ السينما العراقية الحديثة خاصة بعد الفين وثلاثة وانتجت أعمال وشاركت بمهرجانات برغم إنه إنتاجه هو مشترك بين مهرجانات عربية على مهرجانات أجنبية بالإضافة إلى العراق تحسهم لو أعطت لهم الفرصة ممكن رح يقدمون فتش أكبر وبالإضافة إلى الأسماء اللي هسه ما تشتغل لأن ما هكوا ميزانيات يعني المخرج بدون ميزانية ما يقدر كل شيء يسوي مكتوف الأيدي يعني أستاذ مهدي شكرا دكتور حكمة نحن وصلنا إلى آخر الدقائق في هذا المحور وفي الحلقة كلها حتى نطلع بأفلام عراقية بالنتيجة محتاجين إلى كادر فني حقيقي مواكب التقنية الحديثة مخرج سينمائي وليس مخرج دراما اللي قاعد يصير أنهم مخرجين المسرح قسم منهم أو مخرجين بعض الدراما البسيطة ممكن أن يشتغلون أفلام هذا الخلطة بالعمل الفني كيف تقرأوها في الآرام؟ صار نوع من الاستسهال يعني أصبحت أنت الآن تقدر تصور فيلم حتى بالموبايل يعني أحد الأفلام اللي أردناها عند أستاذ زيت فيلم إجرام يتذكر أستاذ زيت المخرج مصوره بالموبايل فيلم 45 دقيقة وأردناه بالمول تشجيعا إلى الولد الشاب فكاميرات موجودة بكل أنواعها فأكو ناس يعني أقول كل شيء عندي متوفر فيستسهل العملية تعرف يريد أن يصبح مخرج حتى الطلبة اللي يتخرجون ماكو واحد يريد أن يصبح مونتير ويعرف دكتور ماكو واحد يصبح مصوري يريد أن يصبح مخرج من المخرج حتى الفيلم يكون باسم لا يدر هذا المخرج تعذب لعشر سنين حتى صار به القضياء وهذه عمليات الاستسهال جعلت أن الكثير من الأفلام ما لها علاقة بالسينما يعني أفلام أقرب أنا شفت أفلام في مهرجان السماو الأخير كنت بلجنة 50 فيلم أكو أفلام يعني عبارة عن سبوتات تلفزيونية يعني ما لها علاقة بالسينما يعني ما يفرقون بين السينما وبين التلفزيون يعني حركة الكاميرا تختلف يعني تباوع مثلا كاميرا ثابتة كأنه الفضاء كله مختلف والمزاج العمل كله يختلف والموضوع أيضا طبعا بس من الجميل أنه من بين هذا الكمل هل طلعوا مجموعة شباب يعني حقيقة صدق مشروع مخرجين واعدين عربيا الآن هل لدينا سمعة في السينما؟ على مستوى الفيلم القصير أصبحت لدينا سمعة بحيث المهرجان لا يوجد مهرجان عربي لا يوجد أفلام قصيرة يعني حتى آخر مهرجان مثلا المهرجان الجونة الذي كان أضخم مهرجان بالقاهرة الفيلم العراقي فاز جائزة جائزة خاصة من إحدى اللجان تمام الذي هو مصور بغداد يعني الفيلم قبل يومين مهرجان إيراتو بليبيا كانت الجائزة الأولى لفيلم مع المشاركة أفلام ليبيا بكثرة الباعات البخور للسعادة العصامي جميل مهرجان القدس أيضا فاز الكعكة الصفراء مع الإمكان أكو أفلام طويلة وبهم ممثلين أجانب فاز جمال أمين بجائزة أفضل ممثل يعني أصبح للفيلم العراقي سمعة يعني أنا كل مهرجان عربي أشوف نسبة المشاركة العراقية أكبر مشاركة عظيم شوكت نحضر لك مشاهدة فيلم عراقي في إحدى دور عرض السينما التابعة لزيد شوكت؟ يعني إن شاء الله إن شاء الله بالألفين وثمنتعش أكوهت مشروع قلت لك عليه هو هذا المشروع الأكاديمي الكوميدي 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 وهي أحد النجوم العرب أمود مثل ما خبرتك أنه نريد أن نسوق عربياً يعني مو بس يكون بالعراق نريد أن نسوق عربياً أمود الفيلم ذا نريد ميزانية شوية ودعايت أخويا دعايت أهم شيء نحن ما ندري العالم ما تدري والله تجد تسوق وتطلع لا لا إن شاء الله لا إحنا بالعاكس مثل ما خبرتك قلت لك إحنا نسبة الشباب اللي يتابعون أفلام موجودين عندنا بس أكو الناس اللي ما متصورة أكو هذا الشيء رجاء أو موجود هذه فرح يكون عندنا فتح حملة أعلانية شبيرة إن شاء الله لما نفتح فرق طبعاً لأنه تدري هي قطع بالثلاثين خمسة وعشرين سنة بالسينمات يعني الآن لما نعز سدوا السينمات الشباب مصايرين بهم هسا بالكليات هم صح ما يعرف شنو دار سينما ما يعرفها ليتي المرة ليتي المرة جتني أمرأ شوية كبيرة بالسن يعني أفرحت من هي جتي قالت لي أنا أشكرا جتي تسأل علي يا وين صاحب السينما وانت جابوها اليمي أشكرك لأنك رجعت لنا أيام زمان وجايبة حفيدها وياها جايبة حفيدها وياها حفيدها اللي عمره 18 سنة كان ما يعرف شنو سينما شكراً جزيلاً في ختام حلقة هذا اليوم أتقدم بشكري لضيوفنا الكرام مهدي عباس الناقد والمورخ السينمائي دكتور حكمة البيضاني أكاديمي ومؤسس شركة مدينة الفن للإنتاج السينمائي السيد زيد فاضل صاحب دور العرض السينماي الحديثة للمزيد من المعلومات راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة شكراً لكم فيما الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة